بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المبارك لقمانيات وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه حكيم وأن له الحكمة البالغة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكيم ووصف القرآن بأنه كتاب أحكمت آياته ووصف الإسلام بشكل عام بأنه دين الحكمة والوسطية إذن ما الذي ينبغي علينا؟ ينبغي على كل مرب ومربية ومعلم ومعلمة وأب وأم أن يمتثلوا جميعا وأن يستخدموا جميعا الحكمة الحكمة في جميع تصرفاتهم قد يسأل سائل ويقول ما هي الحكمة؟ الحكمة من معانيها هي وضع الشيء المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب الحكمة من معانيها وضع الأمور في أماكنها الصحيحة أيها الأحبة بدأ الله سبحانه وتعالى سورة اللقمان الحكيم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم وقد قسمت هذه السورة الناس إلى قسمين قسم حكماء وهم الذين فعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وقسم سفهاء وهم الذين اتخذوا اتبعوا لهو الحديث وغرتهم الحياة الدنيا ولم يعملوا بما أمر الله ولا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تساؤل أيضا أيها الأحبة ماذا لو أننا كمربين التزمنا الحكمة في غضبنا في فرحنا في عقابنا في كل أمورنا مع من نربي سنعالج كثير من المشكلات سنحفز كثير من الأبناء والبنات سنزيل كثير من العقبات سنتجاوز كثير من المشكلات التي أصبحت ظاهرة طيب والسؤال الآخر ماذا لو لم نستخدم الحكمة سنخسر كثير من الأبناء والبنات سنخسر كثير من الطاقات والمواهب والإبداعات سنجني على أنفسنا وعلى من نربي بأمور كثيرة ولهذا ينبغي على كل شخص أن يكون حكيما لو أخطأ الطفل كيف تكون حكيما في معالجة هذا الخطأ كيف تكون حكيما إذا قررت أن تعاقب هذا الطفل كيف تكون حكيما عندما تعطيه الهدية وتعرفه السبب على ذلك كيف تكون حكيما في مدحك وثنائك كيف تكون حكيما في تأنيبك لطفلك أو من تربي هذه كلها أمور ينبغي علينا أن نقرأها جيدا وأن ندرسها جيدا وأن نتأمنها جيدا أين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى إذن نتأمل جميعا في سورة لقمان وفي وصايا لقمان لابنه وفي وصايا القرآن بشكل عام علّى الله أن يفتح قلوبنا وينور أبصارنا وبصائرنا لنعمل بكتاب ربنا سبحانه وتعالى فنسعد ونسعد ونرتاح ونريع غيرنا ونترك أثرا مباركا وبصمة رائعة في حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم أصلح لنا النية والذرية يا رب العالمين وصلى الله على خير البرية وألتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته